السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتعرف على مصادر الأغذية التي أتناولها ألاحظ بعض الأغذية التي أتناولها خلال وجباتي الغدائية مثلا الخبز، الحليب، السكر، الماء، البيض، البطاطس، منح، الطعام، واللحم سوف نطرح التساؤل يعني هذه الأغذية التي رأيناها كيف سوف نميز بينها كيف أميز بين الأغذية التي أتناولها سوف أترك لكم فرصة للإجابة هذه الأغذية البيض والخبز واللحم والحليب والماء كيف سوف نميزها سوف نفترض فرضيات يعني يمكن أن نميز بين هذه الأغذية هناك أغذية نباتية يعني أصلها أو مصدرها نباتي هناك أغذية حيوانية يعني مصدرها أو أصلها حيواني كاللحم مثلا هناك أغذية مادينية كالملح والماء هناك أغذية طبيعية يعني غير مصنعة هناك أغذية مصنعة هناك أغذية محلية يعني مصنوعة في المغرب هناك أغذية مستوردة من الخارج هناك غذاء مالح هناك غذاء حلو يعني كلها تصنيفات صحيحة لكن ما سوف نركز عليه فالدرس هو أغذية نباتية وحيوانية ومعدنية سوف نختبر هذه المعارف إذن عندنا خبز حليب سكر ماء بيض بطاطس ملح الطعام ولحم سوف نقوم بتصنيف هذه الأغذية حسب مصادرها إذن التصنيف هو كالأتي عندنا اسم الغذاء الغذاء خبز سكر بطاطس فأصلها نباتي فالخبز نحصل عليه من الحبوب والحبوب نعرف بأنها النباتات السكر أيضا نحصل عليه من الشماندر السكري أو قصب السكر نباتات البطاطس أيضا نحصل عليه فهو من النباتات أو مصدر حيواني مثل اللحم يعني لحم البقر لحم المعيز إلى غير ذلك البيض مصدرها واصلها الدجاج أو حيوانات أو طيور أخرى تبيض الحليب أصله أيضا كمثال على ذلك البقرة فهي لا يجد أطلنا الحليب إذن مصدر الحليب هو حيواني أو معدني مثل الماء وملح الطعام أملأ الفراغات بما يناسب نباتي مصدرها متنوعة معدني حيواني استخلصوا الأغذية التي أتناولها متنوعة يمكن تصنيفها حسب مصدرها إلى أغذية من مصدر نباتي كالخضر والفواكه والحبوب أغذية من مصدر حيواني كاللحوم والحليب والبيض أغذية من مصدر معدني كالماء وملح الطعام يعني مصادر الأغذية يمكن أن نصنفها إلى نباتية حيوانية أو معدني عندنا الاستثمار عندنا هذا الجدول سوف نقوم بكتابة مصادر هذه الأغذية السردين الجزر الياغورت الأرز التفاح سوف أترك لكم مهلة من الوقت للإجابة السردين الجزر سوف نقوم بتحديد مصادر هذه الأغذية السردين الجزر الياغورت الأرز التفاح يعني مصادر أهل هي نباتية أم حيوانية أم معدنية والإجابة هي كالآتي السردين فنعلم أنه حيوان سمك يعيش في البحر فهو حيواني الجزر فهو أصدره نباتي الياغورت أيضا هو حيواني الأرز نباتي والتفاح نباتي خلاصة مصدر الأغذية التي أتناولها إما نباتي أو حيواني أو معدني يعني أغذية التي أتناولها يمكن أن يكون أن يكون مصدرها نباتي كالخفز مثلا أو مصدرها حيواني كالحليب واللحم أو معدني كالماء والملح وبالتوفيق لجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر